موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقائق إخبارية مرحبا بكم بعث الأمين العام لتجمع اليمن للإصلاح الأستاذ عبدالوهابي الأنسي برقية تهنئة إلى قيادة المؤتمر الشعبي العام بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين للتأسيس وعبر الأنسي عن التهاني والتبركات لكل قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام الذي تأسس ككيان جمهوري ضم كل القوى الوطنية السبتمبرية وشكل منطلقا لمرحلة جديدة في تاريخ اليمن الجمهوري وأشار الأنسي إلى المحطات السياسية والوطنية التي جمعت الإصلاح والمؤتمر ليشكل أهم روافع الجمهورية والحياة السياسية التي جرفتها ميليشيا الانقلاب الحوثية العنصرية في محاولة لإعادة الوطن إلى ما قبل فجر السادس والعشرين من سبتمبر وأكد الأنسي أن ذلك يحتم على الحزبين إعادة التلاحم الوطني مجددا ومعهما كل القوى السياسية والوطنية والمضي معا على طريق النضال لوأد مشاريع الكهنوت والعنصرية والتشردم والخرافة لاستعادة شموخ اليمن وجمهوريته وألق وحدته المباركة وذلك بما يحقق العدل والرفاهية لليمنيين أجمع من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربي لكي يعيش شعبنا حرا كريما وصاحب السلطة ومصدرها أصيب شخصان على الأقل في صفوف المحتجين المنددين بانقطاع الكهرباء في العاصمة الموقتة عدل وقالت مصادر محلي أن تشكيلات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي أطلقت النار على المحتجين في محاولة منها لتفريقهم في مدريتي الشيخ عثمان وخور مكسر ما أسفر عن إصابة اثنين منهم وكانت الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي خدمة الكهرباء تجددت مسأمس وامتدت إلى شوارع عدة مديريات في العاصمة الموقتة عدن الغارقة منذ مطلع الأسبوع في ظلام دامس وفي سياق متصل أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن مسأمس وصول سفينة وقود مخصصة للمحطات الكهربائية وقال المتحدث العلامي باسم مؤسسة كهرباء عدن نوار أبكر في مداخلة متلفزة إن التحضيرات تجري لرسو سفينة الديزل مخصصة لوقود محطات كهرباء عدن بميناء الزيت وأوضح أبكر أن السفينة تحمل على متنها ثلاثة عشر ألف طن من الوقود وهي كمية تكفي لقرابة أسبوعين وكانت مؤسسة الكهرباء أعلنت الأحد الماضي خروج نحو ثمانين في المئة من محطاتها عن الخدمة نتيجة عدم توفر الوقود الكافي وارتفاع حجم الطلب على الطاقة قالت مصادر التربوية أن ميليش الحوث الكهنوتية في العاصمة المختطفة صنعاء قطعت الحافز الشهري الذي كان يتم صرفه للمعلمين وذلك بهدف الضغط عليهم لإنهاء الإضراب الذي يدخل أسبوعه الخامس وأوضحت المصادر أن خطوة قطع الحوافز عن المعلمين جاءت بالتزامن مع حملة تحريض واختطافات تشنها ميليش الحوث ضد المعلمين في صنعاء ومناطق سيطرتها المسلحة قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن التقرير الذي أصدرته منظمة هيوم الرايتسووتش حول المهاجرين الإثيوبيين على الحدود اليمنية السعودية منحاز ويفتقد للمهنية والمصداقية أوضح وزير الإعلام في تصريح لوكالة سبا أنه تم بناء تقرير هيوم الرايتسووتش وفق روايات ومزاعم الإمليش الحوث الإرهابية بهدف تمص جرائمها وانتهاكاتها بحق المهاجرين واللاجئين الأفارقة أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ أنه يجب على اليمنيين إجراء محادثات صعبة مع بعضهم البعض معبرا عن تفاؤله بشأن احتمال إحراج تقدم نحو السلام وحث ليندر كينغ خلال مؤتمر صحفي افتراضي عبر تطبيق زوم اليوم الأربعاء ميليش الحوثي على اغتنام الفرصة والجلوس مع الحكومة اليمنية للتشاور بشأن مستقبل البلاد وأكد كينغ أنه لا زالت اليمن في أولوية السياسة الخارجية للولايات المتحدة خصوصا التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن داعيا إلى حل القضايا الاقتصادية المتداخلة في النزاع في اليمن وأضاف أن واشنطن تدعم يمنا مستقرا وأكثر ازدهارا وخاليا من النفوذ الأجنبي غير المبرر وأكد مواصلة العمل مع الأمم المتحدة والأطراف اليمنية وشركاء إقليميين وبقية المجتمع الدولي لتحقيق استقرار اليمن وازدهاره وفق قوله شهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الرقم صغير حمود بن عزيز اختتام البطولة العسكرية التنشيطية الثانية لاستباحة لجرحة ومعاقل جيش التي نظمتها دائرة الرياضة العسكرية في محافظة مارب وكرم رئيس هيئة الأركان العامة الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة بالكؤوس والجوائز التشجيعية والتحفيزية عرب الفريق بن عزيز عن سعادته وهو يرى العزيمة والهمم العالية والأداء لدى هذه الكوكبة من أبناء اليمن الأبطال منتسب الجيش الذين بذلوا أغلى ما لديهم من أجل الوطن واستعادة مؤسسات الدولة ودفاعا عن حرية وكرامة اليمنيين أكد رئيس هيئة الأركان العامة التأكيد على مضي القوات المسلحة في عزمها ومهمها لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على تنظيم جماعة الحثي الإرهابية والجماعات الإرهابية الأخرى المتحالفة معها أصيب أحد العاملين في الفرق الهندسية لنزع الألغام أثناء عملية تفكيك للألغام التي زرعتها الميليش الحثية في محافظة مأرب وقال المرصد اليمني للألغام من المهندس مالك الشاعر أصيب بجروح متفرقة جراء انفجار لغام أثناء عملية انتزاعه في مديرية رغوان وأشار المرصد إلى أن العاملين في مجال التطيير والنزع يواجهون تحديات كبيرة نتيجة افتقارها لأدوات السلامة ومعدات العمل بالتوازي مع إدخال الحوثيين ألغاما محلية الصنع وعبوات مموهة تعمل بتقنيات متطورة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني شهدت مدينة تعز اليوم وقفة احتجاجية للعاملين في العمل الإنساني في المحافظة وتأتي هذه الوقفة في ظل استمرار الحصار والعدوان الحوثي على المدينة وعلى العاملين والناشطين في العمل الإنساني والذي أودى بحياة عدد منهم طيلة سنوات الحر وطالب المشاركون في الوقفة بتسهيل عمل المنظمات الإغاثية والحقوقية والإنسانية وحماية العاملين في المجال الإنساني ووقف الاستهداف الذي يطالهم من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية نظم الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في جمهورية مصر يوم أمس وقفة احتجاجية أمام مبنى الملحقية الثقافية في القاهرة احتجاجا على استمرار الصمت تجاه تأخر تعزيز مستحقاتهم المالية وحمل البيان الصادر عن الوقفة الطلابية الاحتجاجية الحكومة المسئولية الكاملة عما يترتب على استمرار هذا التجاهل المتعمد في تأخير مستحقاتهم المالية من مشكلات عديدة تواجههم وأسرهم في دول الابتعاث وأدان البيان تقاعس الحكومة عن القيام بدورها تجاه مشكلات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج رغم المطالبات الطويلة لأعوام وذلك ورغم نداءات الاستغاثة المتكررة عبر كل وسائل الإعلام المختلفة حصل الدكتور اليمني أنور المنيفي على شهادة الزمالة من الكلية الملكية الإرلندية في الطب العام والباطني والدكتور أنور المنيفي استشاري في العناية المركزة والطب الباطني ويعد من الأطباء القلائل الحاصلين على العديد من الشهادات العربية والأجنبية في اختصاصات متعددة حيث حصل على الفلوشيب السعودي والأوروبي في العناية المركزة كما حصل على شهادة الاختصاص في الطب الحرج من بريطانيا وحاصل على زمالة الكلية الملكية البريطانية في الطب الباطني بالإضافة للبرد العربي والأردني في الطب الباطني والزمالة الأوروبية في تصوير القلب المتقدم عبر تنظير المريء في العناية المركزة دقائقنا الإخبارية انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة